أعلنت إسبانيا رسمياً اليوم انتهاء ثوران بركان كومبري في ييخا الواقع على جزيرة لبالما بعد نشاط استمر أكثر من ثلاثة أشهر أحدث خلالها أضراراً جسيمة وأعلنت مديرية خطة الطوارئ البركانية لززر الكناري أنه لا توجد حمم بركانية ولا انبعاثات غازية كبيرة ولا هزات أضياء كبيرة مشيرة إلى أن هذا الثوران استمر 85 يوماً و18 ساعة انتظرت السلطات عشرة أيام متتالية لم تسجل خلالها أي علامة ظاهرة على نشاط بركاني وهو الوقت المطلوب وفقاً لعلماء للتمكن من إعلان نهاية ثوران البركان